احنا معانا في الفقرة دي واحد من اهم الخبراء الفنيين على ساحة الكورة المصرية واحد من ابرز نجوم النادي الاهلي اكيد واحد عمالقة التدريب كمان على الساحة المصرية والعربية هنتكلم النهاردة معاه في مشوار الاهلي مع البطولة الافريقية مباراة الاهلي والسنوديب يعني يمكن اول مباراة بيستهلها من بداية بكرة بإذن الله من الناجر يمكن الاهلي او ازاي ممكن الاهلي يظهر بشكل قوي في بداية المشوار ده اكيد كلام مهم النهاردة في البيت الكبير مع الكابتن اللي بنستمتع دايما بآراء الفنية كابتن فتحي مبروك منورنا في بيتك مرسي جدا طبعا وانا سعيد جدا معاكم وسعيد مع كابتن هاني وان شاء الله كده لقاء اخوة بكرة مع سنديب بطل النيجر في دور الاتين وثلاثين ولقاء ان شاء الله النادي الاهلي يكسبه والنادي الاهلي يسعد جماهير ويسعد اعضاء مجلس ادارته ان شاء الله كابتن مرحب بك كابتن في بيتك في البيت الكبير وزي ما حضرتك قلت دايما المشوار البطولة بيبدأ بالخطوة الاولى الخطوة الاولى دايما بتكون مهمة مباراة بكرة سونديب في النيجر على مستوى الورق مباراة سهلة بالنسبة قياسة لتاريخ الفريقين لكن رؤيتك بقى من خلال الاحداث اللي حصلت غياب عدد من اللاعبين رؤيتك الفنية لمباراة بكرة هتكون ازاي او شايف المباراة ازاي يا كابتن وبص يا كابتن هاني يعني لو جينا اتكلمة بوقعية بوقعية طبعا النادي الاهلي كنت باخد البطولة السنة اللي فاتت النادي الاهلي عنده مجموعة من اللاعبة على المستوى الدولي وعلى مستوى الافريقى وعلى مستوى الخبرات لا احسن من سونديب بطل النيجر بكتير يعني احنا برضو في دور الاتنين وتلاتين دائما بنقدر نتخطى الحتة دي ونوصل ان شاء الله لدور المجموعات كل هذه الامور بتحطم ان النادي الاهلي بكرة بتشكيله بالرغم من الغيابات وبالرغم من تأثير الغيابات كتير عندنا ولكن انا شاف ان النادي الاهلي بيحمل مجموعة مسافرين مجموعة كويسة مجموعة تستحقه ايضا ان يتلعب بكرة ونثبات الزات لها في البطول الافريقية عايز اتكلم مع حضرتك عن فريق بنواجهه احنا تقريبا او مش تقريبا اكيد بنقابله الاول مرة ما نعرفش عنه حاجات كتير ده بيكون صعب انك يعني مش عارف المجهول ولا لا بيسهل مهمة الفريق شوية كابتن لا مين من الاحسن على الساحة الافريقية مين المفروض يفرد اسلوبه النادي الاهلي طبعا صاحب البطولات النادي الاهلي النادي الاهلي بخبراته زي مرتلك بلعبته بيهازه الفني بدائما النادي الاهلي مسيرته في القرى الافريقية مسيرة كويسة جدا مسيرة ايضا فيها بطولات سنديب البطل النيجر ما حدش يمكن اول مرة نسمع عنه كابتن انا اول مرة اشترك في هذه البطولة فدائما النادي الاهلي يفرد اسلوبه على اي فرقه وخصوصا خارج ملعبه هو وصل مرتين مرة لكون فدرالية ومرة دوري ابطال يعني كما كان ماشي الفكرة النفسها طبعا هي جزئين وما هاخد رأي حضرتك فيهم البداية دايما بتبقى بداية رغم طبعا فروق الفنية وطروق الفردية لصالحنا لكن البداية بتكون مهمة وكمان الجزء الاخر ان الفرقة زي دي وحضرتك اكيد عندك خبرات انك بتلاعب فريق بلغة الكرة كده مش خسران حاجة هو بيلعب هو بيلعب مع بطل مع بطل بطل افرق هو بيلعب نادي الاهلي المدير الفني بتاعه كمان بيحفز لعبته بيقول لهم انتو اللي عملتوا نتيجة جيدة ده حتكتب في التاريخ فطبعا عملية التحفيز والعامل النفسي بتكون اكيد دافع للفرقة زي دي مش كل حاجة مش كل يعني الشق المعناوي والشق النفسي وكل هزي الامور والمدير الفني بيقى متحمس واللعبة متحمسة ولكن الشق الفني يا كابتان ايه مهم جدا النهاردة اللعيب على مستوى النهاردة لعبة النادي الاهلي ما شاء الله على المستوى الافريكي ومستوى الدولي ومستوى المحلي لا لعبة كويسة عشان كده بقولك النادي الاهلي دائما هو اللي يبادر يبادر الفرقة دي النهاردة هو ما فيش بقى جس نبض وشو الفرقة دي بتلعب ازاي وكل هزي الامور ترسوها كابتان تفرجوا على البديو واتفرج على البديو وممكن الفرقة دي بتلجأ ليه الكورة الطويلة بتاع الاسلوب الافريكي بتاع زمان فالنادي الاهلي لازم يستثمر هذا الكلام ولازم يضغط يضغط من قدام يعني دائما النادي الاهلي عنده وعنده من اللعيبة الاولى اللي أقولتهم كويسة بدانين كويسين ان الخطوة الاولانية او الربع ساعة الاولانية مهمة جدا 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 ما تديش بقى سيوك من جس النبض ما تديش بقى الفرقة الماتش معنا بس ما تديش بقى جس النبض وشو الفرقة بتلعب ازاي لا 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 كل هزي الامور انا شايف ان هذه الاهلي لازم هو اللي بادئ دا يا ايمن وهو اللي يفرض اسلوبه هو اللي يخلي الفرقة التانية ترد فعلا طيب احنا عندنا النهاردة غياب غياب القيادة الفنية مستر موسماني دا اللي بتشوفوه مع حضركم دا دا جزء من تدريب النهاردة من النيجر من نيامي النهاردة موسماني نظرا ليه صبته بفيروس كورونا غايب يأثر دا على الفريق كابتن فاتحي لأي مدى ممكن يأثر على لعبة النادي الاهلي وبس دائما المدير الفني بغيابه بيأثر يعني برضو بيأثر بيأثر كشخصية بيأثر كقيادة ماتش قدرت الماتش وكل هزي الامور حتى في الناحة النظرية بيقول محاضرة الماتش كل هزي الامور بيأثر يعني ولكن إذا كان هناك إذا كان هناك شوني بقول إذا كان هناك دائما المدرب العام إذا كابتن سامي أمسان شخصية قويسة شخصية قيادية شخصية أيضا بتتمتع بشخصيته قويسة قوي النواعي الفنية قطعا يبقى فيه مع مستر موسماني فيه تشاور بين الاتنين ويمكن برضو من خلال الفيديو من خلال دائما التواصل فبيحصل حاجات كتير جدا من خلال برضو التدريب ومن خلال أيضا رؤيته للمباراة ولكن مين اللي هيقود الكابتن سامي أمسان يعني الكابتن سامي أمسان وكوتش كابن طبعا هوا خلاص هيقود بكرة هذا اللقاء وهتمنل التوفيق إن شاء الله لأن زي ما قلت حدثك فرقة النادي الأهلي هتستوعب النهاردة لو أنا جيت شرحت النهاردة أسلوب لعب وتكتيك لعب خلاص اللعبة بتستوعب هذا الكلام سريعا لأن هما تعودوا على اللعب وتعودوا على أسليب لعب وتعودوا على التكتيك كل واحد النهاردة تعاول حتى على واجبات وظيفته فكل اللعيب النهاردة سهل جدا إن كابتن سامي أمسان إن شاء الله يقود بكرة الفريق في الغياب المسلمين طب في نقطة كابتن برضو نقطة فنية وحضرتك أعتقد عنيت منها وإنت لاعب وكمان وإنت مدير فني إن الأجواء المختلفة شوية النادي الأهلي كان متعود فترات اللي فاتت حتى على مستوى المشوار الأفريقي إنه بيلعب بالليل يعني تحت الأضواء دي جزئية جزئية التانية أرضية الملعب أرضية الملعب إحنا شفناها من خلال طبعا تقاريرنا وشفنا أرضية الملعب أرضية سيئة جدا لما تكون أرضية الملعب سيئة والأجواء شوية مختلفة ممكن دوت يغير شوية من الاستراتيجي بتاعة إدارة المباراة إن إحنا على سبيل المثال إحنا بنلعب من تحت من تحت بنحضر دي أصدر شوية على الأداء الفني هو طبعا سوق أرضية الملعب بيرجع لإيه هل فيها مطبط هل آه هي آه أه أه صغير هل ما فهاش نجيل الحاجات دي كتير قوي تقدر دول سوق أرضية الملعب ولكن نادي الآلي تحت جميع الأجواء كابتناني إحنا لعبنا ما انتعارف لعبنا في ظروف مطر ولعبنا على أرض سيئة ولعبنا على نجيل صناعي ولعبنا في ظروف كتير جدا لعبة النادي الآلي النهاردة الجزء المهاري الجزء المهاري اللعيب النهاردة هو اللي بتحكم في كل هذه الأمور ما قدرش النهاردة أغير سياسة أو أسلوب لعب يعني ما قدرش مثلا إحنا بنبدأ من تحت هلعب كورة طويلة؟ أنا بأخد رأي حضرتك الفني يعني أنت لما بتلعب بتحاول تطلع بالهجمة من تحت محتاج أنك تلعب الكورة على الأرض الاستلام والتسليم في الأرض المستوية بيكون أفضل شوية بيكون أفضل طبعا تبتكر أن ممكن جدا النادي الآلي يلجأ لجزئية أن احنا نطلع بالكورة للتلت الملعب الأخير بأسرع طريقة ده الملعب يا كابتن سادر ده الملعب بين الملعب وبين أرضيته وبين ده أنا شاف يا كابتن برضو يعني التهيئة اللي ممكن يتعامل برضو نعمل من الكنترول على الكورة لا لا ممكن يعني ولكن الأرضية ما تقدرش تقول الأرضية حلوة قوي الأرضية زي ما أردت لك فيها جزء ما فوش نجيلة أتمنى كده هو متعود على هذه الأجواء متعود على هذه الظروف متعود على كل أنواع الأرضيات دي خلي بالك وزي ما قلت لك النهاردة الجانب المهاري مهم جدا جانب المهاري مهم جدا إذا كانت هناك رؤية للجهاز الفني طبعا بمتابعة باتل نيجر إذا كان هناك أخطاء في خط الدفاع أو بطء في خط الدفاع ممكن من زي ما تقولت يا كابتن ألجأ لكورة طويلة وخصوصا إذا كان عندي السرعات قدام هقدر أستغلها شفتن زي النهاردة زادت القيمة لأربعين لاعب يعني شايف أنه ده قرار صحيح من الاتحاد الأفريق الكرة القدم النهاردة وإحنا عندنا أزمة أزمة الفيروس لا هو بيدي فرصة برضو الأندية بتشرك عدد كبير من اللعيبة على أساس أنه برضو معلش يعني معظم الأندية اللي بشترك في هذه البطولات بتلعب بطولة دوري وبطولة كاس والبطولة الأندية الفريقية فكل هذه الأمور بتحطم على الاتحاد الأفريق إنه هو يخلي القيم أربعين عشان حتى لو فيه إصابات كتيرة عشان لو فيه إصابات هو عمل الحساب السنادي اللي عمل الحساب عشان فيروس كورونا وفيه لعيبة كتير بتغيب يعني فيه لعيبة من عندنا من الغيبة فيه لعيبة من عندها كتير بتغيب عشرة وحدشرة لعيب وكلام كل هذه الأمور فالاتحاد الأفريقوي يمكن ساهل على الأندية برضو إن هي يمكن أربعين لعيب على أساس لو فيه إصابات ففيروس كورونا يبقى عنده البداء اللي يقدر يلعب بيان وما يقدرش يأجل كمان عشان كده مش عايز هو تأجيل وما يقدرش يأجل كمان فدايما يقول لك يقول أنا أديتك أربعين أديتك أربعين لعيب يتصرف ما أقدرش أأجل ما هو النهاردة برضو اللعبها رمل الكورة زي ماقول في أرضية خلاص ما جيش بقى نادي النهاردة عنده 6-7 لعيبة مصابين بفيروس كورونا وقول لك أنا عايز أأجل لا أنت عندك 33 لعيب أنا مديك الحرية النهاردة ربعين لعيب طيب أنا عايز أرجع تاني للفريق اللي إحنا هنواجهه بكرا إن شاء الله فريق سنديب يعني قد تكون المباراة سهلة سهلة على فريق بحجم النادي الأهلي بكرا لكن إحنا بنتكلم عن فريق ممكن يكون يعني بيعاني في الدوري لكن لا مختلف أداؤه في البطولات الأفريقية يعني يمكن شفنا ده مثلا في برشلونة النهاردة برشلونة بيعاني في الدوري محقق في دوري أبطال أفريقي بأوروبا يعني جمع كان 15 بونت تقريبا خسر ماتش وعنده أزمة كبيرة جدا في الدوري فشايف أنه ممكن تحصل المفرقة ممكن تحصل مفاجآت بكرا غير متوقعة لا أنا شايف لا يعني أنا بالنسبة لي فنيا شايف إيه شايف لا شايف النادي الأهلي لا لا أفضل إيه النادي الأهلي زي ما قلت لك خبرات لعبته نتائجه في البطولة في كل سنة اللي فات واخد بطولة نتائجه أيضا في الدور المحلي على كمة الجدول بست نقاط في المباراة اللي أكسبهم كل هذه الأمور بتحطم على لعبة النادي الأهلي إن كمان إن النادي الأهلي يكسب هذي المباراة لأنه زي ما قلت لك هو الفرقة اللي هتلعب يعني إحنا برضو نتكلم بواقعية إذا كان النهاردة النادي الأهلي بيوصل لمستوى النهاردة على مستوى اللي يقع مستوى الفني ومستوى التكتيك وكل هذا تمانية من عشرة الفرقة دي هتلاقي على الأقل على الأقل اتنين تحتة من عشرة وزي ما قلت لك إحنا لازم الفرقة دي يبقى فيه رد فاعل يعني رد فاعل لأسلوب النادي الأهلي وإداء النادي الأهلي وتكتيك النادي الأهلي طب نتكلم للتكتيك كافتين أخش معك مع حضرتك في نقطة فنية شوية بالنسبة لتشكيلة النادي الأهلي ما أعتقدش هيكون فيه تغيير كتير في التشكيل لكن النقطة اللي الناس بتتكلم عليها أو طبعا الخبراء بتتكلموا عليها غياب أفشة أفشة رقم عشرة تفتكر يعني طبعا فيه غياب عام رسولية فيه غياب عام ربيعة في غياب طبعا أفشة دول الثلاثة اللي مسافلوش مع النادي الأهلي فلو اتكلمنا عن التشكيل ومين اللي ممكن يقوم بدور صانع اللعب بكرة أمام سوني دي هو طبعا لو جينا بس يعني ده وجهة نظر برضو معرفش طبعا لو محمد الشناوي طبعا محمد هاني في الجابة محمد هاني بدر بنون طبعا أيمن أشرف لأن هذا الخط ثابت علي معلول هيلعب ديانج حمدي فتحي الاتنين إذا كان هناك إذا كان هناك نية إن يلعب 4-3-3 هيبقى أكرم توفيق وارد جدا نلعب بأكرم توفيق إنت كابتن تفكر إزاي لو مكان مسماني وعندك غيابات أفشة حضرتك ممكن تلعب يعني تلعب 4-3-3 وتأمن شوية كسافة نص الملعب على حساب عشرة ويبقى عندك طرفين ورأس حربة ولا تلعب 4-4-2 تكسب برضو نص الملعب وتلعب برأسين حرمة حربة يعني رؤية حضرتك الفنية نعيش المماراة مع بعض أنا ألعب 4-3-3 ولكن لازم يبقى حد مكان أفش وما حد صنع لها بحد اللي رؤية كويسة حد يقدر ينقل الجانب الأيمن الجانب الأيسر حد النهاردة يقدر برضو يكمل تحت رأس الحربة كل هذه الأمور يلازم مواصفات لعيب من الثلاثة اللي أنا قلت عليه ومين أقرب واحد للثلاثة دول يعني النهاردة لو كلمت على ديانج ديانج قافت دور الدفاع كويس أكرم توفيق النهاردة يقدر يفلك الجنب اليمين لو محمد هاني تحرك يقدر يفلك كويس جدا لأن أكرم برضو لعب في حتة تصغير الأيمن شوية يقدر يلعب لك فيها كويس ولكن أنا شايف الوحيد اللي يقدر ويستغل الكوة العرضية والنهاردة مميز في ضربات الرأس حمدي فاتيك حمدي حمدي يعني خلينا برضو بنتكلم بواقعية وأن عنده عملية وعنده عملية رؤية كويسة ممكن يكمل تحت رأس الحرب يعني حدوك لو نلعب أربعة أربعة اتنين ثلاثة واحد طريقة هي أربعة اتنين ثلاثة واحد لكن هي نظريا أربعة ثلاثة ثلاثة هتثبت مثلا ديانج وأكرم وهيبقى قدامهم شوية حمدي فاتح وتتبادل العملية دي على فكرة خلي بالك بين ديانج وبين حمدي فاتح لأن ديانج برضو من النوع اللي عنده دريبلينج دريبلينج تحلو قوي سريع يعني سريع ممكن يعمل تلاتين اربعين متر في عشر ثواني بيقدر يستغل الفراغات بيقدر سبيس اللي موجودة في الملعب بيقدر يستغلق وكويس يعني النهاردة عندك تقدر التلاتة اللي قدام برضو الجاهزية مهمة جدا يعني النهاردة لو جينا حطينا كهرباء فيه كهرباء شغال بسواء ومستمر هتقدر نهاردة الاتنين اللي لعبوا ماتش غازل المحلة سلاح مغسون ومحمد شريف دول يعني التلاتة اللي ممكن يكونوا فيهم جاهزية في خط الفراغ كنت من أفضل المدافعين في تاريخ النادي الأهلي كابتن فدي شفت صفقة بدر بنون إزاي وأداءه لحد الوقت اللي ماشي بشكل جيد هم وفيه ميزة كويسة جدا يعني فيه ميزة كويسة بدر بنون أولا هادي جدا هادي يعني من النوع الاستبارات الهادية مش عصبي مش متوتر ما بيطفش فيه هدوء الهدوء ده ميديله طابع إنه هو يقدر زي ما احنا بنقول يقدر 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 عملية التحضير دي مهمة جدا جدا أيضا هو نمايز في ضربات الرأس حتى في الضربات السابقة بيطلع فمايز بكل هذه الأمور فأنا شايفوا إضافة لخط دفاع النادي الأهلي وخصوصا في المرحلة اللي كان النادي الأهلي بيعاني من عدم وجود استقرارات طب اللقطات اللي قدامنا يعني دي من مباراة غسل المحلة وتقلق كبير جدا من محمد شريف محمد شريف عمل مباراة أبتم الرائعة هسجل هدفين رؤيتك لمحمد شريف خلال الفترة اللي جاية ومحمد شريف كمان بيلعب رأس حربة تارجة السراكر تسعة وكمان بيلعب تسعة ونصف ممكن ممكن نشوفه يعني ممكن بكرة نشوف اللي اتنين مثلا صلاح محسن ومحمد شريف موجودين واحد بيلعب تسعة واحد بيلعب تسعة ونصف أنا بقولك التلاتة دول يعني جاهزية الجاهزية مهم جدا جاهزية زي ما قلت لك كهراءة وصلاح محسن محمد شريف دول الجاهزية والله لعيب كويس هو لعيب كويس جدا لعيب كويس حتى بيتمتع ايضا ما بيلعب في اي جنب من اللجناب بيقدر وخصوصا هنا بيبقى ليه الافضلية دايما في اختار المدرب نهار دا يقدر يلعب في الجنب اليمين يقدر يتجلعب في الجنب الشمال يقدر رأس حربة يلعب تلات مراكز واللعيب دايما وانت عارف يا كابتاني دايما المدير الفني دايما يفضل لعيب اللي بيلعب في كذا مركز عشان لو استراتيجية بتاعته في الملعب والتوظيف يقدر يشتغل في اي حد يقدر يشتغل في اي حد يعني ممكن يلعب المحمد شريف مثلا يقدر ينقل جنب لو صلاح محسن مش موفق في جنب جنب المين يقدر ينقل يدخل لصلاح محسن فدي بتبقى مرونا في توظيف اللعيبة وخصوصا اللعيب اللي يقدر يلعب في كذا مركز صحيح صحيح طبعا علي معلوم من اللعيبة المميزة جدا لكن حاجة لحضرتك في نقطة مهمة ان ساعات لما بيكون ارضية الملعب وحشة بيبقى فيه عامل مهم جدا اسمه الكرات السابتة الكرات السابتة النادي الاهلي يشتغل بصراحة بشكل اكتر من رائع من خلال المباراة اللي فاتت اكيد تفتكر هيبقى السلاح واضح او لازم النادي الاهلي يشتغل على السلاح ده بشكل مكسف خاصة مع سوق ارضية الملعب هو النادي الاهلي هيشتغلها سواء الملعب كويس سواء ارضية الملعب وحشة النادي الاهلي خلاص ده اسلوب وجزء من الوحدة التدريبية وجزء من تكتيك وجزء من التكتيك الهجومي ضربة السابتة اذا كانت حتى ارضية الملعب سيئة النادي الاهلي هيحاول ينفذ بقدر الامكان اكيد اكيد لان لو فيه حتى فاول او هيعتمد عليها بشكل اطبر لو فيه فاول مثلا في الجنب اليمين النهاردة بتقدر تطلع ايمن اشرف بدل وبانون الناس اللي هي مميزة في ضربات همدي فتح بتقدر تستغلها اربعة خمسة في المنطقة دي ويقدروا يسجله ويقدروا يسجله الكورنرز طبعا برضو لي شك ممكن بس انا شايف الكورنرز لو اهرضية الملعب اتوقع سيئة كده لا ممكن يتلعب من مرة واحدة من مرة واحدة من مرة واحدة بدل ما يحصل شيء من القلق او شيء من عدم الكنترول على الكورة تحصل هجمة مرتد دا تحصل هذه الامور ولكن الضربات السابتة خلاص النادي الاهلي متعود عليها يعني طيب عايزة حضرتك كابتن فتحي دلوقتي تحط لنا تشكيلة من وجهة نظرك للفريق واحنا بنتكلم عن عدد اصابات يعني لا بأسرى اه يعني الحقيقة كتير فعلا وغيابات مؤثرة كمان لو كابتن فتحي مبروك هيحط دلوقتي حالا تشكيلة الاهلي لمواجهة السنديب بكرة تشكيلة طوال يعني انا بقولك انا محمد الشناوي خلاص ما فيش محمد الشناوي خطة الضهر اربعة بلعبه بصفة مستمرة محمد هاني بدر بنون ايمن اشرف ايمن اشرف برضو بيغطي بالناحية علي معلول كويس جدا متعود خلاص دلوقتي يبقى عليها كويس بيقدر يقفل الجنب الشمال لو علي معلول حتى متقدم علي معلول طبعا انا زي مرتلك التلاتة اللي في وسط الملعب ديانج طبعا وحمد فتحي ولو لعب باكرم توفيق لو لعب باكرم توفيق ليه برضو ما عندناش دلوقتي حد موجود متقدرش تقولي في ناصر او مجد افشل ناصر اصر برنا اه كلهم طبعا متعورين فانا شايف التلاتة دول ويقدر يستغلي زي مولتلك في عملية تبايدل المركز لتحت رأس الحرب رأس الحرب زي مولتلك النهاردة هيبقى صلاح محسن او محمد شريف ايهما وممكن يبقى صلاح محسن ممكن يبقى كهربا محمد شريف سلاسي بيتمتع كمان بالسرعات ودي مهمة جدا في مواراة زي قلتلك ما بكرة اذا كان الملعب مش هيبقى النهاردة سابع على مستوى الملعب يعني المستوى الملعب هتستغلي بقى سرعات تستغلي كور طويلة النهاردة سرعات اللعيبة تقدر النهاردة نستغل اي بطأ او اي اخطاء في خط دفاع وعملية الضغط كمان كابتن في المباراة الزي دات ودايما الضغط بيغلط وخاصة انت عارف كابتن دايما وحضرتك فاكر الكلام ده كنت دايما بتقول لنا او ايام طبعا المنتخب ان دايما خط يعني الفرقة الافريقية اه فيه فرق في المستوىات لكن دايما بتتميز بالخط النجومي افضل دايما خطأ دفاع كمان بيمسل جزء مهم والنادي الاه لعملها النادي الاه لعملها كمان في المغرب لو اتلاحظ مجد اهفشا ما ضغط ما ضغط على فرقة الوداد البيضاوي وجبنا اول ادب بعد وقت وصار جدا فعملية الضغط خلاص اللعيبة اللعيبة متعودة عليها ان ما تيجي تضغط حتى على الرباعي خط الضهر هتضغط بالتلاتة اللي قدام هتضغط بالتلاتة اللي قدام خلاص مش هيقدر هو يعمل عملية التحديد هوا حيضطر بقى يلعب كرة طويلة يلعب كرة طويلة النهاردة انت عندك عنصر عناصر كويسة مميزة في ضربات الرأس وراء تقدر برضو تستحوز وتقدر تنقل انت من خلال ان انت بتقطع الكرة عندك وسط ملعب واقف كويس متمرك وسط ملعب النادي الاه لاخدها ويبتدي هجمة بيها فكل هذه الامور انا شايف ان افضلية لعابة النادي الاهلي ان شاء الله تبقى المباراة كويسة بالنسبة له كل مباريات الاهلي تقريبا في الدوري ويعني يعني عدد كبير جدا من المباراة يمكن خاضها النادي الاهلي مساء كبتبقى بالليل النهاردة هنواجه السوندي بكرة لعصر اربعة بتوقتنا تلاتة بتوقتهم ممكن ده يأثر يكون فيه نوع من التأثير على حالة اللاعبة كبتن فاتحي لأ انا بغرب الشايف شايف لأ شايف لأ من رغم من التكايف طبعا احنا سافرنا لحد اللاعبة سافرت لحد يعني اتمرنت اتنين تلاتة عملية التكايف دايما بتاخد تمانية واربعين ساعة او اتنين وسبعين ساعة بالكتير قوي اللاعبة قطعا قطعا هيتمرنه في توقيت نفس توقيت المباراة معادة المباراة في خلاص اللاعبة تعاود النهاردة هل الجو رتوبة الجو حر جدا هل الجو النهاردة معتدل كل هزي الأمور خلاص بتبقى النهاردة واضحة للعيبة واضحة للجهاز الفني على السن الجهاز الفني برضو يقول لعيبته لا احنا خلي بالكو الجو لو حر جدا مش عايزين بقى نستنفذ ومش عايزين نضغط من قدام كل هزي الأمور برضو بتدي دائما الرؤية للجهاز الفني واللعيبة فانا شايف المباراة لو قيمة الساعة ثلاثة حتى هناك انا شايف اداء النادي الاهلي ما فيش مشكلة بالنسباله لان برضو النادي الاهلي غالبا فيه فترات كتير برضو كابتناني كان بيتمرن فترة فترة الدور يعني فترة الدور حتى هنا في القرارة كان بيتفرر بس احنا حتى يعني من خلال فاروق صلاح طبعا اللي بيلازم بعثتنا النهاردة كان بيتكلم عن أجواء مش طبيعية يعني احنا في عز الشطة هو قاعدين متكتكين النهاردة فصل السيف يعني 35 درجة تقريبا درجة الحرارة طيب يعني الجو حر كانوا بيحطوه على الشاشة هنا 35 درجة حر جدا وفيه رتوبة كمان فشايف انه تأثير الجو ده ممكن يلعب دور ولا لأ نظرا بقى زي ما احنا قلنا او كنت حضرت الوقت بتتكلم انه بيتضرب على مدار يومين فأخذ شوية على هو طبعا لو فيه رتوبة وفيه جو زي ما حضرتك بتقولي 35 درجة الحرارة بتبقى عالية جدا 37 كمان صحيح ولكن زي ما قلتلك هنا بيفرض بيفرض اسلوب لعب المدير الفني او اسلوب الكابتن سامي او مستر مسماني اذا كان هناك اتصال بينه وبين الكابتن سامي فبيفرض اسلوب اللعب هيفرض اسلوب اللعب زي ما قلتلك هل هستصمر النهاردة ربع ساعة الاولانية في ضغط وولد اخطاء وابتدي حسس الفرقة دي ان الفرقة النادي الاقل مش هتنكمش عشان طبيعة الجو والكلام من ده كلها يعني انا لو انا لازم اخلي العبت تضغط من قدام همينيش لان هو حتى لو متعاد لازم الاستحواز هيكون ليه دوره خاصة يعني دايما في الاجواء الحرة يمكن الفريق اللي معاه الكورة بيعمل مجهودة قل من الفريق اللي معه شكورة فعملية الاستحواز كمان مهمة جدا وزي ما حضرتك قلت لعبة النادي الاهلي عندها القدرة المهارية انها تستحوز بشكل ايجابي طيب كنا بنتكلم من خلال برضو مرسلنا فاروق وكان بيتكلم على نقط ان ممكن وارد جدا ان ساعد سمير يبدأ المباراة من خلال من خلال التدريبات ان ساعد سمير بيتمرن بشكل اكتر من رائع تفتكر ممكن جدا يكون في مش هقول المغامرة لكن ممكن ساعد سمير يبدأ مسلا على حساب بدر او على حساب ايمن اشرف ولا دي مستبعدة لا انا شايف مستبعدة خلينا برضو بنتكلم بواقعية كابتن هاني ساعد سمير بقى له قديمة بالعبش بقى له كتير النهاردة اي مدير فني لو انت مدير فني النهاردة الفرة النادي الالي عندك الجراءة واحد النهاردة بقى له تقريبا تقريبا بقى له موسم مش تركش تقدر تلعبه تقدر تلعبه في الماتش الا اذا الا اذا كانت النتيجة نتيجة كويسة في صالح النادي الالي وعايز بقى تشوف ساعد تديره مفيش مشكلة يبقى معاك على الدكة ولكن انت عندك بدر وعندك ايمن اشرف الاتنين ماشين كويس الاتنين ماشين زي ما قلتلك كويس في بدر هدوء وبعده عملت تحضيره كويس جدا بيش استغل في الضربة ثابتة ايمن اشرف اذا كان هناك ايمن اشرف كويس جدا بالوقت يأصبح من العناصر مهمة المهمة في تشكيل الاندي الالي اولا مفيش استوبر عندك بيلعب برجل الشمال اللي ايمن اشرف ده حقيق مزبوط يعني الوحيد اللي يقدر ينقلك من الملعب من الجنب الشمال للجنب اليمين محمد ايمن اشرف عمل الانديهية دي طبيعة ودايمن الحتة دي مفيش استوبرات كتير او مميزة في مصر من يبرجلها الشمال اللي قلال جدا حاجة تانية ايمن بيقدر يقفل على حتة تعالي معك بيقدر يقفلها كويس وينه برضو حمدي فتح بيقدر يسقط في حتة دي بيقدر يستبرده ان ايمن يطلع يبقى حمدي فتح بيقدر يخوش لان حمدي برضو لعب استوبر اول كده في بعض المباريات فكل هذه الامور انا شايف ان سعد برضو بقعده شوية يمكن ياسر ابراهيم وياسر ابراهيم يعني الجاهزية ياسر ابراهيم ولا سعد جاهزية وياسر بنزل للجمبرار اللي فتنت اخر خمس دا يعني هتلاقي جاهزية برضو ياسر اعلى من سعد اللي بقاله فترة النهاردة رئيس نادي السنديب بيتكلم على انه القرعة ظلمت فريق وانه هو يعني بيقابل نادي بحجم النادي الاهل طبعا بطل قرن وبطل الدور وبطل افريقيا فدي حاجة يعني مواجهة اكيد هيكون عمل لها حساب لكن قد تكون برضو تصرحات فيها تمويه قد تكون تصرحات يعني بيحاول انه يثبتنا فيها فتقول بقى لا لا يعني ما هو دي خدعة انا شافوا يا كابتن بيكلم بواقعية بواقعية طبعا بس قالك ايه بس قالك ايه يا كابتن فتحي قالك الفراعنة قبل كده تغلبوا على ارض نايجر على ارض نايجر ده منتخب مصر منتخب مصر وطلعنا من بطولة الفاكر تاسك على الكاس عالم قل يا كابتن دي تصرحات عبارة عن ايه عن الحساب او مدى حجم النادي الاهل فعلا يعني اللي هتم مواجهته بكرة ولا فعلا لا ممكن تكون تصرحات خادع لا انا شافه مش خادع انا شاف حقيقة مش خادع لانه هو عنده كل معلوم عن النادي الاهلي وعنده النهاردة النادي الاهلي ايه بالنسبة النادي الاهلي بطل القرن النادي الاهلي النهاردة واخد بطولة النادي الاهلي النهاردة بطول كامل بطولة التاسعة والعشرة كل هزي الامور بتحتم على رئيس نادي انه هو ده حظ وحش يعني الالف حساب طبعا نحظه وحش مع النادي الأهل يعني هو كان يتمنى يقع مع فرق من الفرق اللي هي ممكن متوسطة المستوى أو اللي مش عايز نقل مش عاملة نتائج أو مش نقل نت بطولات لا النادي هو برضو كل المعلومات دي بتجيلهم يعني كل المعلومات بتبتع عبد النادي الأهلي بطل الكرن بطل بطل بطولة الأبطال الأفريقية بطل دوري عام بطل كاس مصر كل هزي الأمور بتخلى أي حد يبقى مرعوب يا عبد النادي الأهلي وسائل الآلام الحقيقة مغطير يعني سينك إن هو بيموه لا ما بالمواش خلي بالك ممكن يا كابتن يعني هو بيشتغل سلاح زوح الدين عشان لو اتغلبوا خلاص احنا قولنا يا جماعة هي عملية تحفيز اللي عبته بشكل كبير بوله اتغلب خلال يا جماعة انت بتعبوا بطل لا انا قصدي لو هم اتغلبوا هم كده كده ما يغلقين هنقول لك كده كده حظنا وعينا مع ندري لكن ممكن يوصل يعني رسالة للجماهي مش رسالة كمان ممكن يوصل من خلال كلامه دو حاجة للعيبة النادي الأهلي والنادي الأهلي متعودة على الكلام ده عندهم خبرات لكن يوصل له إن المباراة سهلة وإحنا يعني يعني ارقفوا بينا شوية أو الموضوع جزء شوية نفسي إن يوصل لعيبة النادي الأهلي ما يركزوش قوي أو تركيزهم يقل لا ده هو خوف من نادي الأهلي هو خوف من نادي الأهلي بس سمش النادي الأهلي لعيبة النادي الأهلي هتأثر بكلام رئيس نادي لا وإن هو حظ وحش ده بالعكس ده ده بيدي له بتدي لعيبة النادي الأهلي روح بقى كتلية لإن خلاص ده صريح رئيس نادي بيقول لك إحنا حظنا وحش إنه قعنا في فرقة النادي الأهلي فالنادي الأهلي ممكن كلامه ده كلامه ده يبقى حاجة بقى إيجابية جدا بالنسبة لفرقة النادي الأهلي إنه إنت خايفين بقى طويل آه آه هناك في النايجة آه طبعا آه يعني الجزء اللي عايز أكلم حضرتك فيه كمان سريعا عملية التحضير كمان للمباراة كانت أعتقد كان بشكل جيد جدا على مستوى طبعا على مستوى التدريبي غياب موسيماني أكيد إن شاء الله مش هيكون مؤثر لأنه كمان كيفين وآه وسامي موجود معهم بشكل كويس أهمية أهمية المباراة دي من خلال المشوار آه وكمان آه بنتكلم على سلسلة الانتصارات النادي الأهلي بدأ بأسبوعين ماتشين في الدوري بمكسب أعتقد مكسب على المقص وغز المحل آه آه المشوار ده وأهمية المباراة آه وتأثيرها بقى على مشوار الدولي النادي الأهلي هيرجع وعنده مبارات الزمالك هو طبعا زي ما قلتلك حتة الجاهزية اللعيبة جاهزية اللعيبة دي هم جدا الحمد لله النادي الأهلي مسافر النادي الأهلي عنده عدد كويس من اللعيبة مسافرين النادي الأهلي عنده بدلاء يقدر برضو يستغلوه في خلال هذه المباراة وإن شاء الله ربنا يعافي كل اللعيبة ويشفيها طبعا اللي موجودة هنا أو اللي مسافرتش على أساس هذا اللقاء إن شاء الله النادي الأهلي يستثمره برضو في حاجة معنوية يعني في حاجة معنوية للقاء الزمالك يوم لتنين واللقاء أيضا هيبقى كمان من الجانب الفني برضو بيرضي ثقل اللعيبة حتى اللي بقالها فترة حتى اللعيبة اللي مشاركش لو أعشرك مثلا أكرم هيبقى بالنسبة لك لو أكرم لو بكا مشترك للناس اللي ما بتشتركش دي ممكن تشترك هتديهم برضو دوافع للمستقبل إن شاء الله في النهاية الأهل بإذن الله وإحنا بنتكلم عن عدد الإصابات في النادي الأهل بسبب فيروس كورونا ما ننساش كمان إنه الجاهزية الفنية مش قدي كده في سنوديب لأنه برضو منتشر فيروس كورونا في الناجر بشكل كبير جدا وفيه عدد من الإصابات وعدد من العناصر المهم اللي لها تأثير في السنوديب النهاردة كمان يعني بيتم استبعادها فده يكون لصالح النادي الأهلي إلى أي مدى لا بوص حديثك محنا ما نقدرش نتكلم كامل عيب أساسي يعني ما نقدرش نقول كامل عيب أساسي في سنوديب طبعا بطل ناجر ما نقدرش نقول كامل عيب أساسي هل اللعيبة دي فعلا مؤسرين في الفرقة بشكل كبير زي النادي الأهل طب النادي الأهلي مش فيه غيابات فيه غيابات هل الغيابات دي تبقى مؤسرة على النادي الأهلي ولا النادي الأهلي دائما اللي موجود يقدر يغطي النهاردة ويقدر النهاردة بقى فيه بداء للنهاردة على نفس المستوى وعلى نفس الروح على نفس الإرادة القوية إن يكسب مباروة فهل فرق سنديب بطل عنده النهاردة من اللاعبة الكتير اللي تقدر تقولي دول فيروس كورونا النهاردة أثر على الفرقة ولا التصريحات رئيس النادي بتقولك إن أنا عندي فرقة بس أنا حظ وحش متخوف إن أنا وقعت مع النادي الأهل بالرغم من الإصابات اللي عنده بالرغم من الإصابات اللي عنده ولكن عنصر مفاجأة عنصر مفاجأة برضو يا كبتناني في كرة القدم وارد وارد جدا إن هو حطك تحت ضغط من أول مرة وارد جدا سياسة المدير الفني هناك يلعب كورو طويلة يبقى حطك تحت ضغط بصفة مستمرة يولد بقى أخطاء يولد كورو سابتة فاولات كورنرز الحاجات دي وارد وارد يا كبتن برضو إن النادي الأهل مسيطر بشكل كبير وتبقى فيه هجمة مرتدة ممكن خطأ وارد جدا خطأ في التمركز فدوة بيدي كمان بيدي يعني لازم يكون وده وصل لك النادي الأهل أكيد إنك تكون مركز حتى لو أنت لو أنت مسيطر على مباراة بشكل كبير جدا لازم تكون مركز لأن ممكن أي خطأ صغير يترجم بهدف ما بص التركيز ده ده جزء 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 جبير جدا من شغل المدير الفني تركيز والتركيز بقى إيه؟ يعني إذا كان هناك إذا كان هناك ناحية هجومية لازم يبقى فيه تركيز في الشق الدفاعي شق الدفاع النهاردة زي ما قلتلك علي معلول النهاردة بتقوله بتدي يشتغل في ناحية هجومية ولكن الشق الدفاع المهمة جئت ده مين هيغطي؟ مين هيغطي ورا علي معلوله؟ ومين النهاردة هينزل مكان أيمن أشرف؟ كل هزي الأمور أمور تكتكية وفيها تركيز من اللعيبة يعني اللعيب لازم يكون مركز قوي في دوره لازم يكون مركز قوي النهاردة في جماعية اللعب لازم يكون مركز في الكورة السابقة كل هزي الأمور بتحتم زي ما قلتلك من لعيبة النادي الأهلي لابت إن قد كل واحد عارف بيشتغل إيه ودي ميزة يعني دي ميزة في النادي الأهلي وخصوصا إيه اللجناب اللجناب ما بتشتغل مين بيقدر يغطي اللجناب عندك ما فيش مشكلة ولكن دائما على فكرة الفرق أفريقية والفرق الصغارة دي بيبقى فيه صغرة كتيرة قوي في الجانب دي يعني أنت ما تشتغل اتنين ضد واحد في جنب تلاقي النهاردة آه يعني حدوك بالطالب يزياد عددية من الجناب من الجناب طبعا طبعا وانت النهاردة عندك زي ما قلت لك النهاردة توظيف لعيبة يقدروا يقفلوا لك حتى الجناب يعني زي ما قلت لك أي منقش في حمدي فتح يقدر ينزل أكرم توفيه لو بيلعب يقدر يقفل لك الجنب اليمين مكان محمد يعني كل هزي الأمور أمور التاكتكية وأسلوب لعب وتركيز عنصر التركيز بقى عنصر التركيز يبقى مهم كل لعيب عارف واجباته اللي بيشتغل في المالعركة كلمة أخيرة بقى حضرتك توجهها بكرة وإحنا في مستهل مشوارنا نحو التتويج باللقب للمرة العشرة تحب تقول إيه؟ لا إن شاء الله ربنا وفق لعيبة النادي الآلي الحمد لله النادي الآلي على الصحة الأفريقية الحمد لله الحمد لله معروف دلوقتي على الصحة الأفريقية كل فرق أفريقيا عارف النادي الآلي وعارف مستوى النادي الآلي وعارف لعبة النادي الآلي وابطولات النادي الآلي فأتمنى إن شاء الله من اللعيبة بكرة فعلا يعمل ويعمل بداية كويسة فيه وقع كامل ماتش بقع كامل والله يبص يعني أنا أنا شخصيا يعني بقول ممكن النادي الآلي يبقى 2-0-0 إن شاء الله نتمنى ونتطمن على فرقتنا بكرة لأنها مباراة على الورق مش سهلة سهل أقصد لكن على مستوى الـ 90 دقيقة دايما بيكون المجهود والتركيز وإرادة المكسب هي يكون إن شاء الله عنوان نكسبنا بإذنك إن شاء الله شكرك شكرا لإذنك في فتحي وسعيد منك وحلق جميلة واتمنى تكده النادي بكرة نعمل ماتشة كويس ويرجعوا كلهم بالسلام إن شاء الله يا رب شكرا كابتن فتحي شرفتنا النهاردة حقيقي يعني مشاهدينا خلصت يمكن فقرتنا دلوقتي في البيت الكبير مع الكابتن الكبير طبعا فتحي نصير فتحي مبروك معدنا دلوقتي عندما هتلغبط بينكنتوا الاتنين عندي مشاكل في الأسماء رغيبة بس سوري معدنا مع فكرة خط أحمر وفكرة خط أحمر من الثلاث للثلاث من أبقى عارفين إنه حضركم بتنتظروها مع زميلنا أحمد أسامة ومحمد فارس أحمد ومحمد زيكم بساك يا سام بساك كابتن هاني بساك كابتن فتحي بساك كابتن فتحي بساك كابتن فتحي من ضمن هيكونة يوم الثلاث والتفاول عندنا قبل البطولة بساك كابتن هاني سعاداء طبعا ومبسوطين جدا بالفاقرة ودائما كده إن شاء الله متعودين يكون يوم الثلاث يوم دسم لجمهير الكرة المصرية وخاصة جمهور النادي الأهلي فإن شاء الله يكون بداية بكرة موفقة إن شاء الله في بطولة أفرق يا رب إن شاء الله ودائما الجمهور نستنياك وبفارق الصبر إن شاء الله تكون حلقة أو فقرة مميزة مع خط أحمر دائما نستمتع بيكم حبيبك أبتاني شكرا جدا شكرا جزيلا نسيبكم مع خط أحمر وإن شاء الله فقرة مميزة وإحنا إن شاء الله معدنا بكرة بإذن الله من عشر الوحدة في البيت الكبير بإذن الله أهلا بكم أهلا بكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان طبعا عندنا فقرة مميزة جدا ولكن فارس بعد الفصل